دايماً لصلاوتهم مش هما المحتاجين لصلاوتنا النهاردة انجيل بيتسمى بانجيل شروط التبعية السيد المسيح وهو ماشي في جموع كتيرة ناس كتيرة قوي ماشي وراه طب الناس الكتيرة دي ماشيين ورا مين ماشيين ورا المسيح اللي بعد شوية او بعد كم يوم هيشيل الصليب ويتعذب ولا ماشيين ورا المسيح اللي بيصنع المعجزات طبعا الاعداد الضخمة تبقى ماشي ورا المسيح اللي بيصنع ايه المعجزات العالم كده العالم دايماً يمشي ورا الايه القوة يمشي ورا الشيء البراق اللي بيدي لامعان بيدي سلطة يدي يقولك انا كنت مبارح ماشي مع الوزير الفلاني انا كنت مبارح سلمت على المحافظ الفلاني يبقى اني انسان مبسوط كده في زهو فعدد كبير ماشيين تعرفين احنا النهاردة كنا ماشيين مع مين اه مع الشخص العمل واجبع الخمس الاف مع الشخص اللي شافه مرضه كتير واخرك شروط الناس مرحانة فالسيد المسيح كان صادق هو عارف هم ماشيين ليه فحبي يكون معهم صادق بصوا يا جماعة انت عوزين تمشي ورايا اه طب خدوا بالكم اللي يمشي ورايا يبقى في حاجات لازم يكون عارفها ايه هي يا رب اول حاجة من يأتي الي ولا يبغض اباه وامه وامرأته واولاده واخواته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون ليه تلميزا يا رب انت بتأمر ان احنا نكره الناس ارايبنا لا انا مش عاوزكم تكرهوا ارايبكم ده انا حتى اعدائكم عاوزكم تحبوهم احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا لما بوضيكم ام الايد يا رب يعني ما يحبش حد اكتر مني زي ما قال كده في انجيل معلمنا متة يقول ايه من احب ابا او اما اقصر مني فلا يستحقاني ومن احب ابنا او ابن اقصر مني فلا يستحقاني في مواقف كتير بتتعارض محبتنا لاولادنا مع محبتنا ده الله يعني ساعات علشان احنا عاوزين يعني اه نفيد ولادنا نقول لهم ايه يا ابني لو في سؤال انت ازا نأتي فيه ما فيهاش حاجة لو انت خدتم من زميلك اللي جنبك ما فيهاش حاجة وربنا يسمحك بنقول كده لولادنا يبقى دي محبة اه بس محبة ايه تتعارض مع محبة الله فدي محبة مرفوضة يبقى انت لا ينطبق عليك شروط التبعي يبقى اول شرط احب الله اكتر واحد اكتر من اي حد تاني الله هو الاول في حياتي الوصية هي الاولى في حياتي وهده بشكل عملي احب بالله ازاي بشكل عملي بيبان في سلوكياتي انا هعمل ايه لما تحط قدام موقف فيه اختيارين انا هحب عاوز افيد اللي حوالي بس هاكسر الوصية يا ترى هعمل ايه عارفين عادة احنا بنختار ايه اكسر الوصية بس حاول افيد اللي ايه الناس اللي قريب اللي حوالي بس مشكلة اغش في دي وعمل دي ومشي غلط في كده في دي ما انا علشان ابويا وعشان امي يعني انا بعمل كده عشان ايه يبقى انا حطيت فيه موقف كتيرة ابو الصلاقي نفسي محطوط بين اختيارين انا عاوز اقدم خير او فايدة بس عشان اقدمها لازم اكسر الوصية هقدم خير وفايدة القريبة لاهلي ما فيهاش حاجة دي محبة لا محبتك للاخر يجب ان لا تتعارض مع محبة الله وده مبدأ لازم يكون في حياة كل انسان ما نتحقش على نفسه يبقى ده اهم مبدأ هو ايه محبتي لقريبي وللمحيطين بيا لا تتعارض مع محبة الله عاوز تمشي وراه يبقى حط المبدأ ده دايما في حياته محبة الله اولا ومحبتي للقريبي واكتر ناس حوليه يجب ان لا تتعارض مع محبة الله شرط التاني الشرط التاني قال ومن لا يحمل صليب ويدبعني فلا يمكن ان يصير لي تلميزا وفي اية تانية يقول من لا يحمل صليب ويأتي الي ورائي ويدبعني فلا يمكن ان يصير لي تلميزا عشان امشي ورا المسيح يبقى لازم اكون متوقع انه يبقى فيه تجارب في حياتي ده شيء طبيعي ليه من عمشي ورا المسيح يبقى هنفذ الوصية ولاجي ان لما جنفذ الوصية الاقي الناس والعالم متضايق مني انت مش ماشي زينا ليه امشي زي عشان احبك اعمل زي انا باخد فلوس انت تاخد فلوس انا بكدب انت تكدب انا بنافق وبعمل رياء للرؤساء بتوعي تبقى انت تعمل زينا مش معنى انت تبقى مختلف عشان كده السيد المسيحي يقول ايه العالم يبغضكم ليه يا ربا يبغضنا اصلا انتو مش من العالم انتو عايشين فيه بس مش منه يعني ايه يعني عايشين في العالم بس المبادئ بتاعتكم مش هي مبادئ الدنيا وعشان كده الناس هتزعل منكم عشان انتو مش ماشيين بالطريقة بتاعتهم مش واخدين المبدأ بتاعهم وبالتالي هيبقى فيه اتهادات كتير ده السيد المسيح قال تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله انا ده خير وده بتحصل حصلت وبتحصل وهتحصل فدايما الانسان يكون عنده استعداد لاحتمال التجربة وموجهة التجربة ويعرف ويعرف انه التجربة دي مش شر التجربة خير لو الانسان قدر يحتملها ويواجهها بطريقة مزبوطة طيب ولازم تعرف انك مش انت الاول واحد شلته هو شاله قبلك السيد المسيح اي وصية قالها هتلاقيه هتلاقيه هو نفزها قبلنا ما بيقولش وصية ما نفزهاش ابدا يبقى لازم تكون عندك استعداد لحمل الصليل يبقى اول شرط محبة الله اولا قبل محبة اي حد تاني وده عبرنا عنه كلمة ايه اذا تعارضت محبة الله مع محبة الاخر فاختار دايما محبة الله الشرط التاني اكون عند استعداد دايما لحمل الصليل وموجهة التجارب شرط تالت يدبعني يجي ورايا ويدبعني يعني ايه يجي ورايا يعني انت مش هو هيمشي في طريق امشي زيه اعمل زي ما هو كان بيعمل هو ادنا مثالا لكي نتبع خطواته السيد المسيح قالش كلمة اللي هو عملها عشان كده يقول الكتاب ايه من قال انه سابت فيه انه كما سالك زاكه هكذا يسلك هو ايضا يبقى اللي بيقول اننا سابت فيه ينبغي انه كما سالك ذلك هكذا يسلك هو ايضا انت سابت فيه بتحبه اعمل زي ما هو كان بيعمل يقول لك من لا يحمل صليب هو اأتي ورائي ويدبعني فلا يصير لتلميذة يعني ايه يأتي ورائي يعمل زي ما انا كنت بعمل انا كنت بتشتم ومش برد انا كنت بسامح على طول انا كنت بصلي انا كنت بصوم قولي ده السيد المسيح ما كانش بيعمله علشان هو محتاج اليه لانه هو بار لكن كان بيعمله علشان يدينا مثال لكي نتبع خطواته عشان كده الانجيل بيقول تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته وبعدين ايه خطواته الذي لم يفعل خطيئة ولا وجد في فمه مكر الذي اذا شتم لم يكن يشتم عوضا عوضا واذا تألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعد اذا شتم مكانش بيشتم اللي مكانش بيعمل خطيئة مكانش فيه مكر في كلامه كان مباشر وبعدين اذا تعرض لألم ولا اضطهاد ولا موقف فيه تجريح كان بيسلم لمن يقضي بعد يسلم حياته الربنا الانسان يسلم حياته الربنا يبقى الشرط الاول محبة الله اولا الشرط التاني الاستعداد دائما لحملة الصليب والشرط التالت اسلك في حياتك زي ما هو كان بيعمل اعمل زي ما كان سيدك يعمل طيب فيه شرط كمان اه شرط اسمه محبة الفلوس اللي هو يعني ايه فيه مشكلة دايما عندنا اسمها الفلوس السيد المسيح قال فهكذا كل واحد منكم اللي لم يترك جميع امواله فليقدر ان يصير لتلميزة يعني ايه يترك جميع امواله اي واحد معه فلوس يروح يبحها ويسلمها للفقراء ويعيش كده بدون فلوس لا المعنى المال في الانجيل حلو وكويس لو استخدمناه بطريقة مظبوطة امال ايه المشكلة المشكلة في حقتين مشكلة الاولانية الاتكال على المال والمشكلة التانية محبة المال عشان كده ازاية المسيح قال ايه ما اعثر دخول المتكلين على اموالهم الى ملكوت السموات دخول جمل من سقب ابرة ايصر من ان يدخل غني ملكوت السموات خدوا الاول الاية ما اعثر دخول المتكلين على اموالهم احنا عندنا ابونا ابراهيم وابونا يعقوب وابونا اسحاء وابونا ايوب كلهم كانوا اغنيين ويوسف اللي كان الحاكم التاني في مصر شان غني كلهم اغنيين كلهم دخلوا الملكوت ااسف كلهم دخلوا الفردوس كلهم دخلوا الفردوس هل المال منحهم لأ بس عمر ما كانوا متكلين عن المال وعمرهم ما كانوا محبين المال يبقى مش المشكلة انه انا امتلك المال المشكلة لو المال هو اللي امتلكني اصبحت انا خادم ليه. اصبح المال سيد بيأمر وبيحركني. وهو اللي ممتلك حياتي. شهوتي كلها انه اجمع فلوس. واجيب فلوس. هي دي المشكلة. لكن عمره ما كان المال مشكلة. بالعكس. ده المال ده نعمة كبيرة لو الانسان استخدمه صح. تخيلوا لو واحد بيساعد الناس بامواله. ياه. كم عملية ممكن يساعد فيها? وكم اسرة ممكن يأكلها? وكم خير ممكن يعمله? وكم كنيسة ممكن يشارك في بناها? يوه. معلم براهم الجهري اكبر مثال لوحد عنده فلوس. بس عمل ايه بفلوسه? محوشهاش. قعد يدي للناس. فالمال حاجة حلوة لو تم استخدامها كويس. وحاجة وحشة قوي لو تم استخدامها وحش. يبقى احنا قلنا كم شرط? اربعة. اول حاجة محبة الله اولا اكثر من الناس. واذا تعارضت الوصية مع محبة الله اختار اننا افعل الوصية مش اننا احاول اعمل خير للناس. على حساب وصية ربنا. الحاجة التانية اكون عندي استعداد دايما لمواجهة التجربة. لا اتزمر ومزعلش. اقول سيدي شال الصليب. انا ربنا اخترني ان اكون مستحق ان اشاركه جزء من هذه الالام. وده بالنسبة لي اختيار حد. تميز. عشان كده بعض الاباء يقولوا التجارب ما تجيش غل للغليين. الحاجة التالتة امشي وراه. زي ما عمل ايه اعمل? تاركا لنا مثالا لكي نطبع خطواته. ينبغي انه كمسالة كذاك هكذا يسلك هو ايضا كل انسان. زي مسالة المسيح اعمل. الحاجة الرابعة الابتعاد عن محبة المال. والاتعاد عن الاتكال عن المال. لانه محبة المال اصل لكل الشرور. اذا اتغاهوا قوما ضلوا عن الطريق الحق وطعنوا انفسهم باوجع كثيرة. اخر حاجة الحكمة ونماشي في الطريق. الحكمة ونماشي في الطريق. وعشان كده السيد المسيح اده مثالين. مثال البرج والمثال التاني مثال الحرب. واحد عاوز يبني برج. كبير عالي. طب مش تقعد الاول وتحسب الحساب. تشوف هتقدر تعمله ازاي? يعني ايه يا رب? انت بتقول لنا كده ليه? ايه اللي دخل ده في شروط التبعية? وانت ماشي مع المسيح. ساعات بتحط نفسك امال وطموحات اكبر من قدراتك الحقيقية. انا عاوز اكون زي الانبان طنيوس. طب الانبان طنيوس قاعد عشرين سنة في البرية ما شافش وجه انسان. انت تقدر تعمل ده? هل عندك الامكانية والموهبة دي? مش كل واحد يستطيع. لا. مش كل واحد يستطيع. ندي مثال في يوم من الايام الابونا عبد المسيح صليب المسعودي كان اب اعتراف في البابا كرولوس. كان اياميها ابونا مينة ما كانش لسه توحد. فابونا مينة طلب ان هو يتوحد يعني يدخل في المغارة في الجبء في الصحراء ويتوحد زي المغارة اللي احنا بنروح على بنزرها بتاعت البابا كرولوس. فابونا عبد المسيح وافق. فالاباء الشيوخ الكبار في الرهبان في الدير بدأوا يناقش ابونا عبد المسيح قال له ازاي تترك ابنك لحرب الشيطان? ازاي تسمح له ان هو يتوحد? دي حرب جديدة. لدرجة انه بعد كده لما البابا شنودة خد المسئولية بتاعت الباباوية خلى قرار اي راهب يتوحد لازم يرجع للبابا شخصيا. والبابا يعد الاول معه لانه قرار مش سهل قرار صعب. البابا شنودة توحد برضو. فعارف يعني ايه توحد? فبعد منقشات كبيرة بدأ الرهبان يقولوا لابونا عبد المسيح يقولوله انت نفسك ما توحدتش. ازاي عاوز تطبق على ابنك حاجة انت نفسك ما عملتهاش? قال لهم هو عنده الموهبة. هو عنده الوزنة. هو يقدر لكن انا ما اقدرش. في مواهب. في قدرات. اعطاها الله للبعض. ولا من يعطيها للبعض الاخر. فالانسان وهو في حياتي يقول لك انا عاوز زي الانبان طب وما له حاضر. انه اسعى للمسال العالي حلو. بس احسب الحساب كويس. شوف امكانياتك. شوف مواهبك ووظفها بطريقة سليمة. وفي النهاية انت هتاخد نفس الاجر. صاحب الخمس وزنات الله اداله خمسة. وصاحب الوزنتين الله اداله وزنتين. معض الناس يقول لك انا عاوز اعيش بتول. لكن هو صفاته وطريقته وما تسمحلوش بكده. فيختار طريق ويتعذب وما يقدرش عليه. واحد تاني يقول لك انا سيب كل اموالي. وبعدين يندم. ودي حصلت فعلا. واحد في مرة ترك كل امواله. ووزحها. وبعد اسبوع قال لك لأ الموضوع ده ما ينفعنيش. رجع له الفلوس تاني. انا مش عاوز. فالموضوع عاوز ايه? احسبها ايه? جيدا. زي الشاب الغني. رحل السيد المسيح. قال له اعمل ايه? عشان ادخل الملكوت. قال له احفظ الوصاية. لا تقتل لا تزني لا. قال له هذه كلها حسبتها منزو حفظتها منزو ايه? حدستي. ماذا ينبغي ان افعل ايضا? قال له ان اردت ان تكون كاملا. دي درجة عالية بقى. مش كل واحد يقدر عليها. انا قدتلك انت عشان تدخل الملكوت تعمل ايه? عاوز بقى تبقى. تاخد درجة اعلى اه? اطرق جميع اموالك ووزحها على فقراء وتعالى اتبعني. مشي حزيني. لا الدرجة دي انا مش قدها. طب الشاب ده تفتكروا غلط? لا. لو كان ترك كل امواله وتبع المسيح كان ممكن يندم بعد شوي. لكن الافضل الانسان يحسبها مع نفسه صح. امشي صح كده في الطريق ولا انا مش قد القصة دي يا. يبقى احسبها جيدا. احسبها ده بالنسبة لان انا ايه? وانا ماشي معاه في الطريق. ينبغي ان لا يرتقي الانسان فوق ما ينبغي ان يرتقي بل يرتقي الى الايه? الى التعقل. طب في مشكلة تاني اه? وانت ماشي في الطريق هتلاقي حرب من الشطان. عدوك جيلك حربك. ان هذا يقول واي ملك يمضي الى محاربة ملك اخر فلا يجلس اولا وتشاور. هل يقدر ان يلقي بعشرة الاف الذي يأتي عليه بعشرين الف? وإلا فمدام بعيدا من يرسل شفاعة طالبا سلما. يعني ايه يا رب? مش فاهمين. وانت ماشي في الطريق في حرب من الشطان. عدوك كل خير. طب يعني ايه يعني? هروح اه اتصالح مع الشطان? ارسل الناس عشان اتصالح مع الشطان? لا. وانت ماشي في الطريق وحرب الشطان جاي عليك. خد بالك. لازم تحارب بحكمة. لازم تتضع. لازم تاخد بالك في الحرب مع الشطان. لانه ده فتل حبال. يعني ايه? الحرب بتاعته جديدة. لازم تكون حكيم. ما تقولش انا هقدر اعمل الموضوع الفراني وانت مش قادر. ما تدخلش في حرب معاه انت مش قده. عموما اي انسان لا يستطيع ان يهزم عدو الخير بنفسه. هو دايما يستدعي النعمة علشان تواجه الحرب دي. مثال. يجي واحد يقولك ايه? الحق يا فلان. اه. عارف فلانة زملتك القديمة مالها. دي واعت في خطية. روح كلمها. يبدأ يكلمها. وبعدين الكلام يزيد. وبعدين يفاجأ ان هو نفسه اصبح في علاقة مش كويسة. يبقى الانسان يحسبها. لا لا ما ينفعش. انا مدخلش في الحرب دي انا مش قدها. اكون حكيم. ابعد بعيد. في غيري ممكن يعمل الموضوع ده. انا ما اقدرش اعمله. المعركة دي مش معركتي. الحرب دي انا مش قدها. مش بتاعتي. فالانسان يكون حكيم وهو داخل في حرب مع عدو الخير. حروب الشيطان محتاجة دايما انسان يكون حكيم ومتضع عشان يقدر يفوز في المعركة. لكن مش اي معركة يدخلها. ويقول لك انا زي الانبانطنيوس كان بيرشم الصليف فالشياطين يطيروا زي الدخان. لا ما انت مش الانبانطنيوس اتضع شوية. ما فيش داع للموضوع ده. انت مش قد الحرب دي. فما تدخلهاش ابتعد بعيد عن هذه الحرب. لكن اذا ربنا لقيتك انك انت مضطر للمواجهة. ففي الحالة دي بتصلي فنعمة ربنا هي اللي هتحارب. مش انت. يبقى احنا النهاردة اخدنا ايه? شروط التبعية. وقلنا عن شروط التبعية. اول حاجة محبة الله اكثر من اي محبة اخرى. واذا تعارضت محبة الناس مع الوصية فاختار دايما ان انا نفذ الوصية حتى لو انا هزع للناس مني. الحاجة التانية الاستعداد دائما لحمل الصليف وموجهة التجارب. والحاجة التالتة امشي وراه زي ما هو سلك انا اسلك. هو ترك لنا مثالا لكي ندبع خطواته. والحاجة الرابعة الاموال لا اتكل عليها. ولا تكون للمال محبة جوه قلبي تفوق محبة الله. والحاجة الخمسة وانا ماشي اكون حكيم. مبصش لامثلة واختار طريق انا مش اده. ينبغي للانسان ان يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي. اعرف كده صفاتي. اعرف وزناتي وتاجر بيهم. مش افضل ابص الامثلة عالية. انا ما اقدرش امشي زيها. الحاجة كمان وانا ماشي بحكمة في الحرب مع دو الخير. ما ادخلش في حروب انا مش اده. لا ما فيش داعي للدخول في الحرب دي. الحرب دي لها ناس تانية. لكن انا لا استطيع ان ادخل في هذه المعركة. وفي النهاية لو انا اضطرت للدخول او اتفرضت علي الحرب. بس تدعي نعمة الله عشان تواجه. مش انا اواجه بنفسي. الله يعطينا ان احنا نمشي وراه زي ما هو قال لنا. والهنا المجد دائما ابديا امير.